مرحبا بكم وكنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله في هذا الفيديو غدا نشارك معكم طريقة تفتح دير عجين الثوم وكذلك طريقة التخزين ديالو لمدة كتجاوز ستة اشهر اذا ما كانش عندنا الثوم موجود في الدار فهد العجينة ديال الثوم تفي بالغرض الان خليكم على الطريقة وفرجة ممتعة بالنسبة للمكونات فهي جد بسيطة كنحتاجو نصف كيلو من الثوم يمكن لكم تعملو الكمية اللي بغيتو بالنسبة لي نصف كيلو فهي كافية وكتبقى لي مدة طويلة اول شيء تنفككو الفصوص وكنوضعوهم في الماء هات الطريقة كتسهل علينا التقشير ديالها كنخليوها تقريبا نصف ساعة في الماء وبهذا كيسهل علينا التقشير ديالها كما كتلاحظو يمكن لكم تستاعنوا بالقفازات الى ما بغيتوش الرائحة تلصق لكم في اليدين كنبقى مستمر على هاد الكيفية حتى كنتاهي وانا كنوضع في الفصوص لقشرت فورق النشاف اولى فوق من ديل وكنخليحتكي نشف تماما من الماء وكيصبح على هاد الشكل كنحتاج معاه ايضا كأس من زيت المائدة ملعقة كبيرة من السكر السكر هو اللي كي حافظ لي على اللون ديل التوم وكذلك ملعقة من الملح بالنسبة لي انا عندي الخلاط كيتحن مزيان فبهذا كنوضع التوم والزيت الملح والسكر مرة واحدة اما الى كان عندكم الخلاط ما كيتحنش مزيان فغادي تعملوا الزيت اولا الملح والسكر وكتضيفوا بالتدريج التوم كملاحظة فبالنسبة للسكر ما كيخليش الطعم ديالو لذلك ما تخرفوش من وضع السكر في الوصفة كنغلق على الخلاط وكنتحن الكل جيدا حتى كنحصلوا على عجينة على هاد الشكل والان غادي نوضعهم فهات القريعات دول الزاج اللي عقمتهم من قبل غليتهم في الماء وخليتهم يستقطروا مزيان وقد نوضع فيهم العجينة ديال التوم بالنسبة النصف كيلو اعطاني هاد الكمية وهاد الكمية كتقدر توصل حتى الاكتر من ستة اشهر وكتبقى يعني بنفس الطعم من بعد كنوضع قطع من البلاستيك باش نتأكد ان الهواء ما غاديش يدخل على هاد الشكل من بعد غدا ندخلهم للمجمد وغدا نوريكم الشكل ديالها من بعد مرور 24 ساعة فهي ما كتجمدش كتبقى بحل العجينة وهذا والشكل ديالها ليوم الموالي وكنصيحة الى بغيتوا تستعملوها فغاديت تاخدوا دكشي لخصكم وكتسدوها مباشرة وترجعوها للمجمد في بعض المرات كيكونوا وصفات اللي ما كيحتاجوش توم بودرة لذلك فهد المعجون ديال التوم بديل جيد الى ما كانش عدكم التوم طازج في البيت اتمنى ان شاء الله هالطريقة ديال تحضير معجون توم وكذلك تخزين ديال هادنا الاعجاب ديالكم ما تنسوش تخليوا ليال لايك للفيديو تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم وبهذا كنشكركم على المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة